لقي أكثر من ثلاثين شخصاً حدفهم في عدد من الولايات الهندية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات وقالت الحكومة الهندية أنه تم إجلاء أكثر من ثلاثة ألاف وثمانمائة من ولاية تيلانغانا مشيرة إلى أن العديد من المنازل تضررت كما أرسلت للحكومة أكثر من مائتي عامل إنقاذ وثلاثين طن من المساعدات إلى ولايتي تيلانغانا وأندرا براديش بجنوب الهند وفي الأسبوع الماضي أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية جوجارت الهندية إلى وفاة ثمانية وعشرين شخصاً على الأقل أما في الفلبين فقد تسببت العاصفة المدارية ياتشي في وفاة ثلاثة عشر شخصاً وأغلقت الحكومة الفلبينية المدارسة في مانيلا والأقاليم القريبة منها بسبب الأحوال الجوية المتوقعة وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إن مركز العاصفة المدارية كان في المياه الساحلية قبالة مدينة لواج الشمالية وبلغت سرعة العاصفة ياجي خمسة وسبعين كيلو متراً في الساعة ومن المتوقع أن تتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر الصين الجنوبي إلى الساعات القادمة